اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال مشاهدين أسعد الله مساءكم بكل خير نهار اليوم سادة الأجواء مائلة للدفء حارة نسبيا في العديد من المناطق أيضا حضرت بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تأثرت بها المملكة يتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الساعات القادمة تحديدا خلال هذه الليلة وخلال يوم غد بإذن الله لكن يوم غد يقترب من المملكة منخفة جوي خمسين ثاني يعمل على ارتفاع إضافي على درجات الحرارة مع نشاط كبير في سرعة الرياح المثيرة الأتربة والغبار والمثيرة آذن للموجات الغبارية والعواصف الرمضية المحاور الرئيسية التي سنستعرض في هذه النشرة ستكون حول الأجواء الحارة المتوقعة اتبارا من يوم الثلاثة وإذن رياح قوية متوقعة تعمل على حدوث عواصف فرملية في المناطق الصحراوية سؤال أقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح اندفاع لكميات من غيوم العالية والمتوسطة هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي عملت هذه الغيوم على هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة والمحدودة والعشوائية تطابع خلال نهار اليوم نذهب الآن وإياكم استعراض هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية ليوم الثلاثة مع اقتراب المنخفض الجوي الخمسيني وتحول التدريجين إلى منخفض شتوي جبهي تنشط الرياح الجنوبية الغربية التي تترافق مهبات قوية قد تصل حتى المائة كيلومتر في الساعة خلال نهار يوم الثلاثة هذه الرياح ستعمل على إثارة العواصف الرملية في عموم المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية الطريق الصحراوي سيشهد أيضا موجات غبارية وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية بالمقابل أيضا تنشط الرياح الجنوبية الغربية في شبه جزيرة سيناء تعمل على اندفاع كميات من الغبار نحو مدينة العقب وأيضا نحو عموم مناطق المملكة وبالتالي يوم الثلاثة بأن لا ستكون الأجواء حارة رياح نشطة وقوية وأيضا الأجواء مغبرة في عموم المناطق لكن اعتبارا من ساعات ليل الثلاثة على الأربعة تبدأ هذه الجبال الهوائية الباردة بعبور جوال مملكة تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد وكبير وملموس درجات الحرارة في العصم عمم خلال ساعات نهار يوم الثلاثة تسجل حوالي ثلاثين درجة مئوية ستنزل وتنخفض بشكل حاد لتسجل عشر درجات مئوية فقط خلال ساعات ليل الثلاثة على الأربعة وبالتالي هناك عشرين درجة مئوية كفرق حرارة خلال ساعات قليلة هذا بالأنوية من خراءة توزيع الرياح المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعة نركز هنا على يوم الثلاثاء مع اقتراب هذا المنخفض الجوي الخمسين من المملكة تنشط هذه الرياح الجنوبية الغربية بشكل كبير التي تترافق محبات قوية قد تلامس حاجز المئة كيلو متر في الساعة وبالتالي كل هذه المناطق ستشهد أجواء مغبرة عواصف رملية متوقعة في المناطق الصحراوية المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية وبالتالي ينبه تقص العرب من هذه الأجواء المغبرة وأيضا التدني الكبير في مدى الرياح الوفقية هنا أيضا في شبه جزيرة السيناء ستنشط الرياح الجنوبية الغربية تعمل على إثارة الأكرب والغبار وأيضا العواصف الرملية ستتحرك هذه العواصف الرملية باتجاه الشمال الشرقي أي باتجاه عموم مناطق المملكة وبالتالي يوم غد الثلاثاء الأجواء مغبرة وحارة ورياح جنوبية غربية نشطة السرعة لكن اعتبارا من ليلة ثلاثة على أربعات تراجع هذه الرياح تتحول إلى غربية مع بدء تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد لمنخفض جوية مركز فوق الأراضي التركية تتراجع أيضا سرعة الرياح لتصبح شدتها بين المعتدلة والنشطة السرعة نتحدث الآن عن درجات الحرارة وتوزيع الكتلة الهوائية المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعة يوم الاثنين كما لاحظت جميع الأجواء كانت حارة بشكل لافت لمثل هذا الوقت من العام بسبب تأثرنا بهذه الكتلة الهوائية الحارة لكن يوم الثلاثة تندفع كتلة هوائية حارة أخرى مرافقة لهذا المنخفض الجوي بالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وكبير وملموس درجات الحرارة ستكون أعلى بكثير من معدلاته لمثل هذا الوقت من العام تقص حار نسبيا في عموم المناطق حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقضة لكن اعتبارا من ساعات ليل الثلاثة على الأربعة تبتعد هذه الكتلة الهوائية الحارة ونبدأ نتأثر بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد هذا المنخفض الجوي وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومتسارع وملموس أي درجات الحرارة ستكون مرتفعة خلال ساعة نهار يوم الثلاثة تنخفض بشكل حاد خلال ساعة ليل الثلاثة على الأربعة تستمر درجات الحرارة منخفضة يوم الأربعة وأيضا خلال يوم الخميس بإذن الله مع استمراء تعطل المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد المنخفض الجوي نظم الآن للعصم عمل وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تكون هناك رياح نشطة 18 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة 17 الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية نشطة أسرع بالنسبة لثلاث أيام القادمة يوم الثلاثة كما ذكرنا تقص مغبر وحار نسبيا درجات الحرارة تلامس الثلاثين مئوية في العاصمة عاما تكون أعلى من ذلك في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقب وأيضا في عموم في باقي مناطق المملكة ستكون حول الثلاثين إلى أعلى من الثلاثين درجة مئوية مع عجواء مغبرة خفضة درجات الحرارة بشكل كبير مع بعد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة 10 درجات مئوية لاحظوا الفرق بين ساعات النهار وساعات الليل حوالي 20 درجة مئوية بالتالي ينبأ أيضا تقص العرب بتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الانقلابات الحرارية الحادة يوم الأربعاء يصبح التقص بارد نسبيا رياح نشطة 16 درجة مئوية تنخفض ليلة 7 درجات مئوية أما الخميس تواصل انخفاضها درجات الحرارة مع فرصة إذا خاتم الأمطاط 13 درجة مئوية كحرار عظمى أما الصغرى 7 درجات مئوية قبل أن نختم نشرتها لا بأس أن نستعرض وإياكم هذه التوصيات في مثل هذه الظروف الجوية حيث يستقص العرب بضرورة البقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة في مثل هذه الظروف الغبرة والرياح النشطة وأيضا لبس الكمامات الطبية والوقائي أثناء الخروج من المنزل أثناء موجة الغبار وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد العواصف الرملية تحديدا على الطرقات الصحراوية من المملكة خلال يوم الثلاثة إلى هنا تنتهي نشرتنا لثمن السلامة للجميع وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال موسيقى موسيقى موسيقى